لم أكن لم أكن لم أكن للمساعدة أن أكتب لكم هذه الأمريكية في القرآن عن المساعدة الأمريكية في التحدث مع الناس أكثر من أن أخبرهم أنك صحيح، نحن صحيح وأنا أكتب عن ذلك لأن أبداً الكثير من المساعدة الأمريكية ومعرفة عن المساعدة المتحدة ومعرفة عن المساعدة الأمريكية ومعرفة ليها لا تتحدث مع المساعدة المتحدة التي تتحدث عن القرآن لا أستطيع أن أخبر أي شخص الذي تقدمت بها بسكرة على المسلمين يجب الله أعطيهم وإبقائهم ولكن أعطي المساعدة الأمريكية في كل شيء في هذه الأية سأعطيكم فقط أعطيكم فقط أعطيها أولاً قل ما الرب السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون أعطي المساعدة الأمريكية حتى مع الناس قل لهم من هو الله الأرض والأرض؟ قل الله ورأي هنا ونحن أو أنك أو أنك محطة أو محطة أو محطة أو في مددد من أجراء أنك أو أننا محطة أو مدد من أجراء من يقول ذلك؟ الله سبحانه وتعالى لمن يقول ذلك؟ أعطي المساعدة أعطي المساعدة أن الإسلام هو الحقيقي؟ ما هي المساعدة لنا؟ إن أن تبدأ بالتعالوج مع شخص أعطي المساعدة ما هي المساعدة أعطي المساعدة أعطي المساعدة ما هي المساعدة ترجمون أنك ربما لكن انظر إلى أن الطبيع لا يمكنه إلى إنك inspection ما لا يمكنك أن تكون يمكنك أن تكون يمكنك أن تكون سيئة هل تعلم أن أنك أنك تكون تصرف الأعطاء ما هي الحديثة الأخدية ولكن ما هي مؤسسة هي المؤسسة الثالثة الثالثة تقول أنك الذين يساعدون الإسلام بعد كل ذلك لن يساعدون أو يساعدون لن يساعدون نفسنا 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 الله لا يساعدونك عن نفسنا فلن يساعدون نفسنا ون تحسن نفسنا ون تحسن نفسنا توفق في القرآن أنه يتعلق في الحلق أن يساعدون نفسنا ستكون لن تسأل عن نفسنا ون تسأل عن نفسك الأمر مرحباً في القرآن أنه عندما يأتي لنا لن تسأل عن نفسك تسأل عن نفسك يا إلهي تسأل عن نفسك حتى في الألعابة من القرآن لا تسأل عن نفسك ونحن نفسك ونحن نفسك يمكن أن يكون مرحباً أو مرحباً هل ترى في أي نفسك أي نفسك من أجل المبنى ومعرفة الأخرى من هذا المبنى؟